بسم الله الرحمن الرحيم نلتقي مجدداً بمحاضرة من محاضرات مادة تبلجيوان لطلبة الرياضيات في جامعة البيت وكالعادة وكمان ننبه دائماً أنه هاي المحاضرات يمنع استخدامها لأي أغراض أخرى أو نشرها في أي مكان آخر كنا نحكي في المحاضر الماضي عن الأكستيريار والباوندري شفنا قواعد لإيجاد الأكستيريار والباوندري وهي تعتمد على الكلوجر والانتيريار يعني ما فيه شيء جديد فقط أنك تحفظ هالقواعد هاللي موجودة عندك لإيجاد الأكستيريار والباوندري وهتكون متقن إيجاد الكلوجر والانتيريار نكمل على هذا الموضوع في عنا النظرية التالية إذا كان عنا X Tau Topological Space الآن أي مجموعة A مثلا is open if and only if A تقاطع الباوندري للا A بيساوي phi مر معنا إحنا كلام عن الopen كثير في البداية تعريف الopen حكينا أي مجموعة بنسميها open إذا كانت تنتمي للتوبولوجي بعدين مر معنا خاصية رقمها خمسة من خواص الانتيريور حكينا كمان A open if and only if الانتيريور للا A بيساوي A كمان هاي نظرية أخرى تحكي A open إذا كان A تقاطع الباوندري للا A بيساوي phi هاي النظرية if and only if باتجاهين اتجاه الأول الفرض اللي عنا إنه المجموعة A هي open والمطلوب إثباته أنه A تقاطع الباوندري للا A بيساوي phi نستخدم أسلوب البرهان إنه نبدأ بفرض عكس المطلوب ونحاول نحصل على تناقض من هذا الكلام فنحكي assume that عكس المطلوب يعني نفرض إنه A تقاطع الباوندري للا A لا يساوي في المطلوب A تقاطع الباوندري يساوي phi فرضنا العكس إنه لا يساوي phi إيش يعني تقاطع مجموعتين لا يساوي phi يعني على الأقل في عنا نقطة موجودة في هذا التقاطع يعني نقطة موجودة في A تقاطع الباوندري للا A يعني موجودة في ال A وموجودة في الباوندري للا A شو معنى إنه نقطة هي باوندري بوينت حسب تعريف إذا بنرجع لتعريف الباوندري بوينت النقطة X بنسميها باوندري بوينت للا A إذا كان for any open set U with X تنتمي ل U we have U تقاطع A لا يساوي phi وكذلك U تقاطع X ناقص A لا يساوي phi هذا معنى أو تعريف إنه النقطة X يعني باوندري بوينت معناته لكل open set U with X تنتمي ل U بيكون عنا U تقاطع A لا يساوي phi وكذلك U تقاطع X ناقص A لا يساوي phi هذا الكلام صحيح لكل open set U تحول X بس في عنا open set يسمها A وتحول X معناته هذا الكلام كمان يبينطبق على A التي تحول X امكان نشيل هذه U ونحط بدالها A لاحظ أي open set U with X تنتمي ل U بيكون هذا الكلام صحيح لكل لكل open set U ومادام A open وال X تنتمي ل A معتوه كمان هذا الكلام ينطبق على A يعني إنه إمكانك تستبدل هذا U بال A بتحط بدال U هنا يصير عنا A but A is open with X تنتمي ل A then حسب الموجود عنا بتصير A تقاطع A لا يساو phi وكذلك A تقاطع X ناقص A لا يساو phi هذا الكلام فيه تناقض تناقض طبعا مش من هون U تقاطع A لا يساو phi هذا ما فيه تناقض التناقض إنه U أو A تقاطع X ناقص A يكون لا يساو phi مجموعة ومتممتها تقاطعهم لا يساو phi هذا كلام مش صحيح هذا الكنترادكشن اللي موجعنا ما دام حصلنا على هذا الكنترادكشن معناته أكيد الفرض اللي فارضينه هون مش صحيح فلازم يكون A تقاطع الباوند للA يساو phi هذا إثبات الاتجاه الأول الاتجاه الثاني هذا الفرض في الاتجاه الثاني إنه A تقاطع الباوندري للA يساو phi وبنا نبين إنه المجموعة A open to show that A is open we will show that interior للA بيساوي حتى نبين إنه المجموعة A open كده بيكفي نبين إنه الانتيرير للA بيساوي لأنه هذا حسب خاصية الخامسة من خواص الانتيرير إذا الانتيرير للA بيساوي A راح تكون المجموعة A open فهنا الآن تحول الهدف تبعنا إنه نبين إنه الانتيرير للA بيساوي للA طبعا إحنا بنعرف we know that interior للA subset من A هذه الخاصية رقمها اتنين من خواص الانتيرير interior للA subset من A بس إحنا ما بدنا نبين الانتيرير للA بيساوي يعني معناه تظل عندنا الآن نبين إنه كمان الA subset من الانتيرير للA إذا بينا الA subset من الانتيرير للA وبنعرف الانتيرير للA subset من A بيصير متساويات وإذا الانتيرير للA بيساوي بالخاصية رقم 5 من خواص الانتيرير بتصير المجموعة A open كيف رأى أثبت الآن أنه A subset من الانتيرير للA نبدأ بكاثبات أي احتواء بتبدأ بعنصر في المجموعة الأولى وبننا بيّن أنه هالعنصر موجود في المجموعة الثانية أخذنا الـ X في A هل هذا الـ X تنتمي للباوندري للA أكيد لا لأنه نحن فارضين من الأصل أنه A تقاطع الباوندري للA بيساوي فما دامت الـ X في A أكيد لا يمكن تكون موجودة في الباوندري للA X لا تنتمي للباوندري للA شو معنى X لا تنتمي للباوندري للA بيّن ننفي تعريف إن هالنقطة هي باوندري بوينت لاحظ هاينا مليحون كاتبين شو معنى النقطة X هي باوندري بوينت معناته لكل عنا هالكلام لكل وعنا هاد الحكي هذا معنى إنه X هي باوندري بوينت شو معنى X ليست باوندري باوندري وكتين في هالحكي بدل لكل يوجد there exist and open set you ولكن هاي كيف بنا ننفي ها مش بس نحط يساوي فاي هاي احنا بنقرأها يوتقاطع A لا يساوي فاي and يوتقاطع X ناقص A لا يساوي فاي نفي ها بد يصير يوتقاطع A يساوي فاي or يوتقاطع X ناقص A يساوي فاي فإذا بيصير النفي يوجد يوجد there exist an open set U with X تنتم إلى U but بحيث يعني فلازم يكون U تقاطع X ناقص A يساوي فاي يعني أحكي but U تقاطع A لا يساوي فاي so معناته U تقاطع X ناقص A هو اللي بيساوي فاي طيب إذا مجموعة U تقاطع متممة A يساوي فاي يعني ما فيه شيء مشترك بين U ومتممة A معناته U كلها بتكون واقعة في A بنرجع نذكر احنا شو بنثبت عادين احنا بننبين ان A subset من الانتيريور لل A وحكينا بنبدأ بنقطة X في A وبننبين ان هاي النقطة X موجودة في الانتيريور لل A لعشو استنتجنا هذا اللي تحت خط there exist an open set U with extent T me U U subset من A هل هذا اللي تحت خط بذكرنا بأي شي there exist an open set U with extent T me U U subset A إذا ذكرتنا كويسي من تذكر في خاصية رقمها تسعة من خواص الانتيريور تحكي X ينتمي للانتيريور لل A F and only F there exist an open set U with extent T me U U subset من A فهذا اللي تحت خط we have X تنتمي للانتيريور للA بدأنا بX في A ظهرت في الانتيريور للA هذا بيعني إنه A subset من الانتيريور للA والA subset من الانتيريور للA والانتيريور للA subset من A بيحكي الانتيريور للA بتساوي A وإذا الانتيريور للA بيساوي A بالخاصية رقم خمسة بتصير الA is open وهذا المطلوب نثبته بالاتجاه الثاني الاتجاه الثاني الفرض اللي عندنا A تقاطع الباوندري للA بيساوي في والمطلوب إنه تكون الA open فهيك توصلنا إنه المجموعة هي open فهذا أسلوب كمان لإثبات الopen set أي مجموعة حتى تبينها open بتبين A تقاطع الباوندري لها بيساوي بيساوي في نظرية مكافئة في حالة الكلوزد كمان أي مجموعة A is closed F and only F الباوندري للA subset من الأ لاحظ الopen حتى تكون المجموعة open لازم ما يكون فيه شيء مشترك بين الأ والباوندري للA بس حتى تكون المجموعة closed لازم يكون الباوندري للA كله واقع بداخل المجموعة A شوف إثبات رح نأخذ الاتجاهين مع بعض الF and only F متى بنحكي المجموعة A closed أي مجموعة closed إذا متممتها open أي مجموعة A is closed F and only F X ناقص A is open طبق النظرية الماضية على X ناقص A لأن X ناقص A open شو معنى X ناقص A is open معنى X ناقص A تقاطع الباوندري لX A يساوف A بس طبق هاي النظرية لكن على مين على X ناقص A لأن open 6 اللي عنها هي X ناقص A فبيصير هاي X ناقص A هاي X ناقص A وهذا F and A X ناقص A خليها X ناقص A مكانها تقاطع الباوندري لX ناقص A هو نفس الباوندري للا A ترجع لتعريف الباوندري مباشرة بعدية كتبنا نظرية أنه أي مجموعة ومتممتها لهم نفس الباوندري مش زي الانتيرير والاكستيرير الاكستيرير لأي مجموعة A كان هو الانتيرير للمتممة بس الباوندري الباوندري للA والX ناقص A نفسهم فاشلنا هاي هاي الباوندري للA فردها كان مجموعة مثلا B هاي المجموعة تقاطعها مع متممة A F ما في شيء مشترك بين هاي المجموعة ومتممة A معتوا هاي المجموعة كلها واقعة بداخل A فصارت A is closed F and only F الباوند للA subset من A هذا هو إثبات لهالنظرية الموجودة لنا في عندنا نظرية أخيرة في كل هذا الموضوع إذا كان عندنا X Tau ب Atopological Space ومجموعة ومجموعة subset من X X Then Then interior لالA ساشنوه هذا رمز للانتيرير كمان interior لالA نفسه اللي هو A وعلي الدائرة هاي الأكستيرير لالA والباوندري لالA هدول المجموعات الثلاث are pairwise and disjoint هدول المجموعات الثلاث pairwise disjoint إيش يعني pairwise disjoint شو الفرق بين pairwise disjoint وdisjoint لوحدة لما بتحكي ثلاث مجموعات disjoint يعني الأولى تقاطع الثانية تقاطع الثالث يساوف هاي هذا معنى disjoint بس pairwise disjoint يعني تقاطع كل ثنتين منهم يساوف هاي pairwise disjoint يعني interior لالA تقاطع exterior لالA ب يساوف هاي interior لالA تقاطع الباوندري لالA ب exterior لالA تقاطع الباوندري لالA بيساوف يعني كل ثنتين منهم تقاطعهم بيساوف بس كلمة disjoint لوحدة تقاطعهم الثلاث بيساوف طبعا إذا كانوا المجموعتين أو المجموعات اللي موجودت عنا disjoint لا يعني إنهم pairwise disjoint يعني ممكن يكون هذول الثلاث مع بعض تقاطعهم ما في شيء مشترك بينهم الثلاث بس يمكن يكون بين الثنتين مثلا هذول في شيء مشترك بس ما يكون مشترك مع المجموعات الثلاث فهذول disjoint لكنهم ليسوا pairwise disjoint بيكون بس إذا كان المجموعات الثلاث pairwise disjoint يعني يعني تقاطع كل ثنتين بيسا وفاي فأكيد تقاطعهم الثلاث مع بعض بيسا وفاي فكلمة pairwise disjoint أشد من كلمة disjoint فحنا اللي بننبينه من pairwise disjoint فرح نبينه تقاطع كل ثنتين بيسا وفاي ومش بس كمان also تأخذ الانتيرير للأ اتحاد exterior للأ اتحاد الباوندري للأ بيساوي المجموعة الكلية X نشوف إثبات لهالكلام اللي موجود عنا فاحنا زي ما حكينا بلنا نبين في البداية انهم pairwise disjoint رح أبين في البداية انه الانتيرير للأ تقاطع الاكستيرير للأ بيساوي فاي نعرف احنا انه الانتيرير للأ subset من ا هي الخاصية رقم اثنين من خواص الانتيرير والاكستيرير للأ subset من X ناقص ا وكمان هاي خاصية من الخواص الثلاث اللي فقط كانوا عنا على موضوع الاكستيرير طيب إذا هدول هاي subset من A وهي subset من X ناقص A معناته الانتيرير للأ تقاطع الاكستيرير للأ subset من A تقاطع X ناقص A تقاطع هاي subset من هاي تقاطع هاي بس أي مجموعة ومتممتها تقاطعهم Phi فصار الانتيرير للأ تقاطع الاكستيرير للأ subset من Phi ما في subset من Phi إلا Phi يعني هذا بيصير بيساوي بيساوي Phi الآن يمبين أنه الانتيرير للأ تقاطع الباوندري للأ بيساوي Phi إيش الباوندري للأ بيساوي هو A closure ناقص الانتيرير والclosure للأ هو subset من X فهذا بيصير subset من X ناقص الانتيرير يعني صار الباوندري موجود في متممة الانتيرير معناته الباوندري والانتيرير ما في بينهم شيء مشترك تقاطع الباوندري للأ بيساوي Phi الباوندري موجود في متممة الانتيرير متممة الانتيرير فما في شيء مشترك يعني هاي مجموعة B مثلا B subset X ناقص A مثلا B موجود في متممة A فما في شيء مشترك بين B والمجموعة والمجموعة هاي الانتيرير فصار عندنا الانتيرير تقاطع الاكستيرير Phi الانتيرير تقاطع الباوندري كمان Phi ظل مبين أنه الانتيرير تقاطع الباوندري كمان بيساوي Phi هاي الاكستيرير للـ A تقاطع الباوندري للـ A بيساوي من خواص الأكستيريور الثلاث فقط اللي كانوا عنا أنه الأكستيريور للـ A هو الانتيريور لـ X ناقص A أكستيريور للـ A بيساوي الانتيريور للمتممة وهي تقاطع الباوندري للـ A نفس الباوندري لمتممة الـ A هذا الحكينا عنه قبل شوي الأكستيريور للـ A هو انتيريور للمتممة بس بالباوندري المجموعة ومتممتها لهم نفس الباوندري صار عنا انتيريور لمجموعة تقاطع باوندري لمجموعة وحنا بنحكي الانتيريور هون تقاطع الباوندري دائما بيساوي فاي فصار كل مجموعة مع الثانية تقاطعهم بيساوي فاي فهدول المجموعات الثلاثة اللي عنا بيكونوا شوف الجزء الثاني منها النظرية يحكي انه الانتيريور للـ A اتحاد الاكستيريور اتحاد الباوندري بيساوي X طبعا الانتيريور للـ A سبست من X احنا المجموعة الكبيرة اللي عنا اسمها X كل شي بنعمله بداخل المجموعة X الاكستيريور للـ A كمان سبست من X والباوندري للـ A سبست من X كلهم هالمجموعات الثلاثة اللي موجودة عنا كلهم واقعات بداخل الـ X طيب اذا كلهم بالـ X اتحادهم كمان واقع في الـ X تيريور للـ A اتحاد الاكستيريور للـ A اتحاد الباوندري للـ A سبست من X احنا بناش نبين سبست فقط بدنا نبين مساواة هذا الاحتواء الاول يعني هذا الجهة سبست من الـ X ظل نبين الان انه كمان الـ X بنبين انه الـ X سبست من الانتيريور للـ A اتحاد الاكستيريور للـ A اتحاد الباوندري هذا الكلام اللي ظل نتحقق منه حتى يصير في عنا مساواة زي ما بيثبت الواحد اي احتواء بيبدأ بعنصر X في capital X بنبين الان انه هذا العنصر X موجود في هذا الاتحاد شو يعني بنبين انه X موجود في هذا الاتحاد يعني بنبين انه X موجود هون او في هاي المجموعة او في هاي المجموعة كيف بيثبت الواحد عنصر موجود في مجموعة او في مجموعة او في مجموعة يعني لو بدك تبين مثلا انه X ينتمي لـ A اتحاد B كيف بدك تثبت أنه X ينتمي لـ A اتحاد B كيف يعني بدك تبين أنه X ينتمي لـ A أو X ينتمي لـ B تفرض أنه X لا ينتمي لوحد منهم وبتثبت أنه X لازم ينتمي للمجموعة الأخرى يعني تفرض مثلا تفرض أنه X لا ينتمي لـ A ولازم تبين أنه X ينتمي للB إذا بدك تبين أنه X ينتمي لـ A اتحاد B اتحاد C تفرض أنه X لا ينتمي للـ A وبتفرض كمان أنه X لا ينتمي للـ B ولازم تبين أنه X ينتمي للـ C نفس حالتنا هون بدنا نبين أنه X ينتمي للاتحاد ثلاث مجموعات بتفرض أنه X لا تنتمي للإنتيرير للـ A وكمان X لا تنتمي للإكستيرير للـ A ولازم نبين أنه X تنتمي للـ Boundary للـ A فالآن to show that X تنتمي للـ Boundary للـ A هدفنا الآن نبين أنه X تنتمي للـ Boundary للـ A كيف بنا نثبت أنه X ينتمي للـ Boundary للـ A نرجع لتعريف البـ Boundary point كنا كتبناه هو حتى تكون X تنتمي أو X ينتمي للـ Boundary للـ A وبتثبت هالكلام اللي موجود عندناه هو فإذن let you be an open set with X تنتمي للـ A وهدفنا أن نتذكر أنه نثبت أنه U تقاطع A لا يساوي phi وكذلك U تقاطع X ناقص A لا يساوي phi نستخدم الفرضيات اللي عندنا مفروض عندنا هون أنه X لا تنتمي للـ Interior للـ A بدي أرجع أكتب هون خاصية رقمها 9 هذا بس هذه جملة معترضة أعتبرها هون في خاصية كان رقمها 9 في الـ Interior بتحكي X تنتمي للـ Interior للـ A if and only if there exist an open set U will X تنتمي للـ U أو سجدات يعني will you subset من A هذا معنى X تنتمي للـ Interior للـ A بالخاصية رقم 9 إنه يوجد open set U بحيث X تنتمي للـ U will you subset من A في كان تعريف للـ Exterior Point متى X تنتمي للـ Exterior للـ A أو النقطة X هي Exterior Point if and only if there exist an open set U such that X تنتمي للـ U will you subset من X ناقص يعني تقريبا معنى الـ Interior مشابه للـ Exterior بس بالـ Interior بتحامل مع الـ A والـ Exterior بتكون الـ Open set اللي موجودة subset من X ناقص A هذا معنى إنه النقطة هي في الـ Interior والنقطة هي في الـ Exterior الآن إحنا النقطة X لا تنتمي للـ Interior يعني X لا تنتمي للـ Interior A شو معنى X لا تنتمي للـ Interior للـ A بدك تنفي الجهة الثانية بد يكون لكل Open set U with X تنتمي للـ U بتكون الـ U ليست sub-set من الـ A وإيش معنى وإيش معنى إنه X لا تنتمي للـ Exterior للـ A دعي مفروض X لا تنتمي للـ Exterior للـ A إيش يعني X لا تنتمي للـ Exterior للـ A معنى تقول لكل Open set U with X تنتمي للـ U بتكون الـ U ليست subset من X ناقص A الآن الـ U مش كلها واقع في الـ A إيش يعني الـ U مش كلها موجودة في الـ A يعني على الأقل في جزء من الـ U موجود في متممة الـ A يعني U تقاطع متممة الـ A لا يساوي 5 الـ U ليست sub-set من الـ A معناته على الأقل في عنصر في الـ U موجود في متممة الـ A في U تقاطع X ناقص A لا يساوي 5 وإيش معنى الـ U إنها مش كلها واقعة في متممة الـ A يعني في جزء من الـ U موجود في الـ A يعني U تقاطع A لا يساوي 5 صار U تقاطع A لا يساوي 5 و U تقاطع X ناقص A كمان لا يساوي 5 أخذنا A O بن 6 U with X 10 10 U وظهر U تقاطع A لا يساوي 5 و U تقاطع X ناقص A لا يساوي 5 هذا تعريف أن النقطة X هي boundary point للـ A ففرضنا X ليست في الـ interior والـ X ليست في الـ exterior فظهرت الـ X موجودة في الـ boundary فهذا X اللي موجودة هون صارت على الأقل موجودة في وحدة يعني موجودة في الاتحاد فإذن كمان الـ X سبست من هالاتحاد وهذا الاتحاد سبست من X بيعني أنه X بتساوي هالاتحاد أو هذا اتحاد المجموعات بيساوي المجموعة X هذا بيكمل برهان النظرية هاللي موجودة عنا هون وبنكمل محاضرتنا لهذا اليوم وبنلتق إن شاء الله في محاضرات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته